عفوا من لا يملكوا لمن لا يستحق هكذا كانت ردود اغلب المعلقين على تغريدات جديدة لرئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر كان بن دغر يتحدث عن لقاءات الاخيرة بالرئيس هادي ونائبه علي محسن الاحمر وان الاول قال اثناء حديثه عن نجل صالح احمد علي عبدالله صالح منا ونحن منه وعفى الله عما سلف ورد اسم احمد علي عبدالله صالح ضمن قائمة العقوبات الدولية ضمن قرار مجلس الامن 2216 تحت البند السابع وهو القرار الجوهري الذي يفترض ان تحشد له الحكومة الشرعية كل الامكانيات الدبلوماسية لتنفيذه الفضائع التي ارتكبتها قوات نجل صالح منذ عام 2011 وحتى الان مروعة وذلك ما اثار استغراب المراقبين والمتابعين قال بن دغر كلاما مهما عن اهمية وحدة حزب المؤتمر والحرص على عدم تشضيه وانشقاقه وضرورة توحد اعضائه خلف الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي غير ان الواقع يؤكد ان نجل صالح وكثيرا من قيادات المؤتمر ما زالت ترفض الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وحكومته حديث بن دغر عن خطورة ما تقوم به ميليشيا الحوث في صنعاء وتوجهاتها لشق الحزب وتقديم نسخة مشوهة منه هو استمرار للانشقاق الذي اصاب الحزب منذ عام 2013 ومات له من احداه لا يمكن فصل ما دار في اللقاء الاخير عن الرغبة الاماراتية في اعادة نجل صالح للواجهة وهو ما يرفضه حتى اللحظة لاسباب تتعلق بعدم الركون الى موافقة الاطراف اليمنية على اسناد دور محوري له في المستقبل يضاف الى ذلك ما عرف عنه من عزوف في العمل العام والانطوائية الشديدة الحرس على ابقاء المؤتمر في الواجهة يعكس رغبة في اعادة الوجوه القديمة وابقائها في دائرة التأثير في مستقبل الايام بحسب مراقبين هل تحتاج الشرعية لنجل صالح؟ وهل تلك هي ورقتها الاخيرة؟ ام انها تبحث عن محاولات لارضاء اللاعب الاقليمي ولو على حساب مستقبل عملية استعادة الدولة؟